مش عاوزة شقة واسعة بقولك ايه هو الدور كم شقة ومساحته كام؟ اه جايزة احتاجة الدور كله بس مش عاوزة حاجة في أدوار عالية يا راجل يا كهنة مش أنا الوحدي اللي نفسي تقطع ما تبص لنفسك الأول خلينا في المهمة أنا فلوسي جاهزة وعاوزة أعمل معاينة ماشي حستنى مكالمتك مع السلامة فيه ايه؟ موضوع الجرنال اتعرف وكذا حد يسألني عليه دي اللي يسألك وقوله اه هو احنا بنعمل تنظيم سري احنا بنعمل جرنال والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجة بتستخبى في الوسط بتاعنا ده مفيش أكتر من عيون الحساد واضح ان انت مقدرتش تدريع شمعتك شمعت ايه اللي دريع عليها؟ احنا هيبقى عندنا جرنال كبير ودلوقت انا بجهز ومحتاجة محررين ومرسلين ورؤساء أقسام عاطف ده الوقت اللازم نكبر فيه ولو فاضلنا وقفين مكاننا حنتاكل بقولك ايه؟ انا جعانة ومخنوقة من مكتب يلا نقوم ناكل وانتي طوعا هتبقى رئيسة التحرير ورئيسة مجلس الإدارة رئيسة مجلس الإدارة اه رئيسة التحرير لا ليه لأ؟ ما نفعش رئيسة التحرير جرنال سياسي حيقولوا ما لها وما للسياسة وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضة والسالونات أم المين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك حضرتك ازاي يعني؟ ده نميح في السياسة كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالزبط ويمكن أقل منك كمان لا يمكن يا مدام انا لو كذبت في السياسة هنتفضح نجيب لك حد يكتب من الباطن اه زيك زي غيرك وشوية شوية تتعلم تكتب ازاي طب وليه السياسة؟ ما احنا مشين زي الفرج الزمن اللي جاية ده مش بتاع الحاجات الصغيرة واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسريع بسريع؟ احنا مصطادين كل حتام ماصر برضو بسريع احنا عاوزين نصطاد دولة دولة؟ ايوة دولة دولة تيجي تتبنى الجرنال وتموله والجرنال يبقى لسان حالها ومفيش مانع يبقى دولتين يبقى ثلاثة وميله تيجيبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة وانا بنوتا صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعالبها صاحبتهم وتعلمت منه واحنا بقى هنبقى الجرنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ ايه انت النبيت لا تشك معارضة كده من على الوش معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب زغزغة بقولك ايه انا تماغي تقلت اطلب الحساب ويلا بينا مش عاوزة بقى زي الستة شفاعات بتاعة شباب امرأة يلا بينا بت كنت متأكدة انك جاية انت سحبت فضل معروف تكفايا انت عملتي معاية في شغلي بس كده يا سلمة يعني ما كنتش ساعدتك في شغلك كان يبقى اللي بيني وبينك خلاص معاكي مفيش حاجة اسمها خلاص الناس نوعين يا ستة اصيلة الناس بيتعرفوا وبيتنسوا زي اتنين قادين جمي بعضة في السينما كل واحد بينسى التاني اول ما بيخرجوا من الباب والنوع التاني اللي العين بترسمنهم صورة بتفضل عيشة جوانا طول عمر ودولنا منهم يا سلوة لكن يا خسار مبسوطة راحت وصلت المحطة اللي هيها وزيها ورغم موسيقى 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 السلام عليكم أيوة يا شيخ معتمي ده أنا لسة دخل عالبيت أهو جبت العيال من نادي واشتريت شوية حاجات لا طبعاً عديتها الشركة رجعت الإعلام بتعمرة رمضان وحينزل إن شاء الله بكرة في الجرائي تمام، وتكلمت معاه في الموضوع؟ يعني إيه يا أمو عطبة؟ لا حولها لغاتلة بالله يا أمو عطبة أنا عايز أعرف رأسي من رجلية أنا كل ما أتكلم مع برحمن في السعودية يقول لي لسة الأمور ما بانتش طب معلش 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 يا أمو عطبة معلش تعالي على نفسك وحاول تكلميها أيوة يا ستي جايس تطلع منها بأي معلومة لا أتغدوا أنت وأنا أجيلكوا بعد سرط العاش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في يوم العبور العظيم وبمناسبة مرور خمسة عشرين عاما على نصر أكتوبر المجيزة شهد رئيس فصم مبارك القائد الأعلى للخوات المسلح اليوم العرض العسكرية الذي أقيمه بمنطقة وازي الممات بالبياش الثاني المدني كان في التقبال الرئيس مبارك لدى وصوله إلى ساحة العرض المشير محمد حسين طنطاوي قائد العام للخوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق مجد الحساس بتعمل إيه يا ولية؟ زي ما أنت شايف بأمع البمية اللي حنتبخها بكرة هو دا وقته؟ البمية دي بطلت خلاص البمية بتاعت دلوقتي بتيجي بتأمعها جهزة في كياس بسلي نفسي يا ربيع ربنا تسلي نفسك بالتلفزيون أهو زهقت بتفرج على احتفالات النصر أهو يا أخويا خدنا إيه من الاحتفالات؟ احتفالات سنة وراء سنة لحد ما زهقنا عارفة سميحة فيه دول بتحارب وتنتصر وبعد الحرب حالها بتعدل وتتصلح وتبقى عالي العال وفيه دول بتحارب وتتهزم لكن بتقوم تقف على رجليها من أول وجديد بعد الهزيمة وتبقى أحسن من الأول كمان علشان بيتعلموا من الخيبة اللي خبوها إحنا بقى يعني انتصرنا خيبين ونتهزمنا خيبين حالنا هو الحال بقولك إيه؟ ما تقوم تكلم البيت نوارة تيجي إنا ومعها البيت فاطمة الصغيرة هي تجري هنا، تلعب هنا، تكسر لها حاجة أو تعمل حس في البيت والسلام تبقى تقوم انت تكلم تغريد إخناحة هي تيجي تقعد معانا بدل ما هي قاعدة لوحدها مش حطرتها هسي بيها قاعدة رحيتها موسيقى اتذرني لو تكرمت وما تجدك أو تملة من الانتظار تحت أمرك موسيقى السلام عليكم، السيدة تغريد موجودة؟ أيوة يا ابني، نقول لها مين؟ أنا عبد الرحمن الغامضة اتفضل، اتفضل موسيقى 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 أهلاً وسهلاً أهلاً، حياك الله مقاء لله دوام لله يا أخت غريد اتفضل اتفضل محمد الله على السلام الله سلمك ماني مصدق انك لابسة الأسود للحين مش جوزي وكان فيه بيننا عيش وملح الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه المرحوم كان يعزك واجد وصانع أن حقك لازم يوصلك كامل ما ينقصه شيء أنا مش عايزة حقه لا، هذا شرع الله الوالد قبل ما يموت قال ربنا بيحسبني حساب عسير لو حق زوجتي بمصر ما جاهب الكامل وحنا لازم نطبق وصيد المرحوم الوالد كان عنده زوجتين سعوديات أمي وأم خواتي وحضرتك الثالثة وقرثة زوجة هو الثمن والإنكم ثلاثة فنصيبك ثلث الثمن من فضلك مش وقت الكلام في الموضوع ده وزي ما قلتلك قبل كده أنا فعلا مش عايزة حقه لما انحسبنا الأرض لجينا أن كل ممتلكات الوالد بمصر الفيلا وقطعة الأرض الزراعية وحصتها في الشركة السياحة تعادل ثلثة